بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزة المشاهدين في حلقة جديدة من القناة المونت سياسة من نبيل النهاردة الموضوع بتاعنا بسيط جدا والحلقة صغيرة جدا هتتكلم عن الجهاز اللي هو اللي بيكشف الحديد في الجدران انت مثلا عايز تعمل كور عايز مثلا تركب مثلا تعلق لوحة جدارية مثلا وخايف تضق مصمار او تضرب مصمار لقدر الله يكون فيه نسيخ حديد او يكون فيه مصورة نحاس او يكون فيه اي شيء فالجهاز ده ما تستخصرش ان تجيبه سعره رخيص جدا هو عبارة عن ماسح رقمي او مسح ضوئي للجدران ويعتبر مثالي طبعا اه انت هتستخدمه حتى يعني لو استخدمته مرة هتستخدمه في كل شغلك في البيت تمام يقدر يكشف مثلا على المكان المصامير يقدر يكشف على المكان المعادن زي مثلا من مصورة النحاس اه اه التسليح الانبيب اللي موجودة في في الجدران وحتى جوه تكون حتى في نص الخرصانة او جوه الخرصانة وبيكشف عليها بشكل طبعا دقيق جدا تمام بحيث ما لقدر الله مخرب لكشي او تيجي تركب مصمار او تدق مصمار او تعلق حاجة فيعمل لك اه مشكلة تمام فهو طبعا بزي بتحطه كده على الجدار زي ما احنا شايفين شكل الجهاز بيدي لك مؤشر المؤشر ده مسلا بنور باللون الاحمر يقول لك هنا مكان اه سيخ تسليح هنا مكان كابل نحاس هنا مكان مصورة اه مية ايا يكن ايه اللي معدي في الجدار انت حبيت مسلا تعمل كور في السقف بتاعك لازم تشوف العلوي الحديد العلوي والحديد الصفلي وتبعد عنه عشان تعمل كور زي ما قلنا يعني استخداماته كتير وانصح اللي كل شخص يجيه عنده في البيت هو بيتباع فساكه طبعا تعتبر يعني من اكتر المتاجر اللي بتجيب الحاجات المتقدمة وحاجات موصوق فيها يعني فاتمنى اللي كله يجيبه وان شاء الله بس حبيت اقولي المعلومة في الحلقة عشان كله يستفيد وما حصلش اي مشاكل في الجدران بعد كده اتمنى تدعمونا بالشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اصلكم حلقاتنا معاكم وانساسي نبيل